الحزن يخيم على الفلسطينيين وإذ رهب شامل يعم جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء الأربعة من بينهم طفل ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مجزرة نفذت في قلب جنين وفي ذروة تواجد الفلسطينيين الفسائل الفلسطينية قالت إن المقاومة تعرف جيدا طريقها نحو الاحتلال وأن استهدافه هو عنوان الوفاء لدماء الشهداء التي ترسم معالم النصر للشعب الفلسطيني متوعدة الكيان برفع وتيرة الانتقام منها الخارجية الفلسطينية أدنت المذبحة معتبرة إياها إمعانا صهيونيا في تصعيد مجازره ضد الفلسطينيين تذكد الوزارة أن الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم لن تثني شعبنا عن التمسك بحقوقه والدفاع عنها كما أن شعبنا سيسقط خيارات الاحتلال ومشاريعه جرائم الاحتلال تعكسها شاشة المواقف الدولية وضعفها من منظور عدم قدرتها على وضع حد لإجراءات الاحتلال أحادية الجانب فيما دعا البرلمان العربي إلى وقف التصعيد تصعيد صهيوني لا يتوقف في فلسطين عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق في اعتداءات قوات الاحتلال على فلسطينيين في مناطق مختلفة بالظفة الغربية خلال مسيرات مناهضة للاستطان ونصرة للأسرة الوحشية الصهيونية بلغت أعلى مستوياتها والهدف كسر المقاومة وباتت الانتفاضة على الأبواب مع قرب حلول شهر رمضان الذي يسعى الاحتلال لتوظيفه من أجل فرض سياسة التقسيم الزماني والمكاني للأقصى المبارك تصعيد قد يواجه بانتفاضة فلسطينية ثالثة